عندما تقتل فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات منزل في غزة فذلك لأن أحد أفراد جيش الاحتلال قرر أن إزهاق روحها ليس بالأمر الكبير وأن ذلك ثمن يستحق دفعه من أجل ضرب هدف آخر هذا ما أقر به مصدر عسكري في تحقيق أجراه صحفي استقصائي إسرائيلي ونشره موقع بلاس تسعمائة واثنان وسبعون استند فيه إلى لقاءات مع أفراد حاليين وسابقين في المخابرات العسكرية والقوات الجوية ممن شاركوا في العمليات الإسرائيلية في القطاع التحقيق خلص إلى أن توسيع نطاق تفويض الجيش الإسرائيلي لقصف أهداف غير عسكرية وتخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من الأهداف المحتملة ساهم في الطبيعة التدميرية البشعة التي أحدثها الاحتلال في غزة هذا الدمار الواسع يهدف بشكل أساسي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع المدني الفلسطيني بل إنها وسيلة لضرب الروح المعنوية في غزة ودفع المدنيين إلى ممارسة الضغط على حركة حماس كما قال أحد المصادر العديد من المصادر التي تحدثت أكدت أن الجيش الإسرائيلي لديه ملفات حول الغالبية العظمى من الأهداف المحتملة في غزة بما في ذلك المنازل التي تضم مدنيين من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا في هجوم على هدف معين وأن هذا الرقم محسوب ومعروف مسبقاً لوحدات استخبارات الجيش التي تعرف أيضاً قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم العدد التقريبي للمدنيين الذين من المؤكد أنهم سيقتلون وفي إحدى الحالات التي ذكرتها المصادر وافقت القيادة العسكرية الإسرائيلية عن علم على قتل مئات المدنيين الفلسطينيين في محاولة لاغتيال أحد كبار القادة العسكريين في حماس ويؤكد التحقيق لجوء الجيش الإسرائيلي في حرب غزة إلى أنظمة غير دقيقة من الذكاء الاصطناعي لتوليد أهداف يحتمل أن تكون من حماس يتم استهدافها دون مراعاة لوقوع ضحايا مدنيين